السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في عودة الى مدينة سيتي سكايلين طبعا الحين وصلنا اخر مرة من تجع السياحي والحناو يكمل المنطقة السكانية المنطقة السكانية شارع بوسيكل من زين شارع بوسيكل هذا الشارع اللي هنا يعني مش انه مش 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 الشارع انه سيكل يعني بس يعني تعرفون يعني فاهمينتو ببعا يعني مانا دا اقولكم الحين ابا اكمل الشوارع هذي حد المدينة مالي اهني كثافة سكانية بتكون عندي اهني اه مقدر ارفع حبة يا ساتر منزين لني ابا فضاوة حبة منزين ابا ايوة حبة فاضية وابا من اهني لا حبتين لا ابا احب حبة واحدة فا ايوة حبة واحدة فاضية بالطريقة هاي لين هني الحب حق مشا حق مشا منزين وهني بنحطي بغض النظر عن الحب لانه ما في مكان في ماي هل 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 نصبي بهذا انا متأكد اذا خليت في حالة يحد بيشتكي من ماء منزين الحين هني نحن بنزح المكان هني انا شو سويت بس بس اضفت حديقة هني المرة الماضية انتم ما انتم موجودين فا يتخبرك مع الحديقة والبيوت هني قاعد يبنون لان عنا طلب سكاني حلو على المكان بس بعد بعدني اكمل خيط الغابات هذا لان ما يرضيني طريقة اللي مستوي فيها الوضع انهم يتوفون الشارع العام والخطوط شوي يعني منتجة 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 مغطة يعني من الجوانب يعني الحين هو على البحر وهذا بس نحن ما نقدر نلغي بعد الشارع العام ونلغي الربع وهاكلهم ونخلي لا فمن الافضل انا نزيد الهدوء عندهم ولا نزيد الخصوصية بحزام الشجر هذا اللي موجود طبعا ها موجود بتشوفونا في عدة امواكن حتى يمتسافرون بتلاحظون هالشي ان في ناس ولا في امواكن يحطون فيها هالسوالف شوفو احسن وايد خلنا نحط هنا خلنا نحط على الشارع وعلى المدخل شوفو هلكبتر توا رايح وصل حد هو عادة ولا لا بس تمثيل لا وصل سبع عشرين واحد والله نايس انزيل هذين راح يكون فيهم ممرات مشابس اول شي لازم نقسم الحارات بالطريقة هذي وهاي ما يحتاج تكسيم بس اللي محتاج هذا وشوي بنرده مكانه بالطريقة هاي عساسي بين يعني جيد 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 جدا يعني وبنحطي مرات المشاء اللي قلنا لكم بنحطيها هذا اللي قاعدين استعملها للمدينة حاليا بالطريقة هاي وبالطريقة هاي وبالطريقة تقريبا اوكي وعندنا هني بعد نبا ممر بخلي البيوت اصغر ما عندي مشكلة من زين وبننزلها تحت وهذه ممر هنا بيصغرون البيوت لكن الهدف الحين مش حجم البيوت الضخم على كثر ما هو التوزيع اللي يكون النظام يقدر الامكان خربوا اي دشارة على اسوكي التوزيع النظامي ما بين كل مكان نزين الحين هذي راح تشكل اساس طيب ما بين الفرجان حلو والله زحم على ماله الكبترات يا سيطالع الحين انا اشوف شغال ما شاء الله يبالنا مترو في المكان نزين الحين بننزل هذا بعد هني وهذا بالطريقة هاي بنمسك التوزيع من البناء وبنميل ما مره هني يباله ما مره وسطي لا ما يحتاج يمشون مع الشارع الحين اقدر اسوي زون ولا اقدر احطي اللي هي البيوت في هاي الماكن في بيوت صغيرة شوي بزيادة في بيوت اكبر في بيوت حبة نص اربع حبة في بيوت ربع تولى وعندنا بس عادي يعني ات اوكي لان المكان زين وفي نسبة سياحية طيبة ونسبة كل شي طيب يعني الحين هذا المنتجة لازم يتميز بمجموعة اشياء الحين ابا طريق هني رملي الاول يمونا هذا الطريق نزين الطريق الرملي هذا ابا يحاكي الطريق اللي فوق نزين ابا يحاكي هالطريق بس ما ببني على شي انا ما ببني على هالطريق شي اوكي بالطريقة هاي ابا يتوصل من هنا وابا يتوصل من هنا اوكي هذا الطريق رملي عادة هذا شو بيكون عليه ترى عندنا خدمات ثانية نحن ما سويناها للحين نفس الجنازيوم بنحطي مثلا في صوب البحر بالطريقة هاي شوفوا هذا الجن على البحر بس الجن على البحر لازم بيرتفع ترى في نهاية اليوم هو مجرد جسمي يعني نخط السيدة وينه يا الله ايوه خط هني وخط هني وخط هني ما يحتاجه بس بعدنا بنحطيه وهذا الخط اللي راح يرفع لنا نبا ننزل نبا نرفع مستواء شوية بس بعد ما ينفع ونبا ننزله من صبر اهني ايوه هذا الجن مالنا وبننزل نقطة الشارع الشوية لنا بحر ونقدر ننزل مش نفس الشارع الثاني نقدر ننزل من اهني بعد يستوي نوعا ما مساوي فالحين عنا صار نحن عنا شو اللي هو الجن والنا الجن بيحتاج بعض الشارع الخاص اين انت الشارع الخاص ما للبحر اللي نستعمل حق البحر بالاحرة بالطريقة هذه خلوني اعيد صياغة التركيبة الى بداية الشارع ويستوي عنا شارع ملتف الى الجن طبعا مش بس هنا حتى هنا راح نعتمد هذا الطريقة في توصيل الشارع لان الشارع حلو هذا يتوصل مع الشارع الرملي تحسونا قطعة وحدة تحسونا شي جميل جدا طبعا هني يرفع لكم نسبة صحة السكان ترتفع مش بس هذا هذا في عنده مطافي هيا عنده مطافي مفروض ينطفون منزيل عنا حاجة سكانية بس الحاجة ترى مش شوية قوية فبالتالي ما نقدر نزيد واد اشياء مبدئيا احس هالمكان حاليا جيد بس اللي محتاج ان ينعشه كم دكان والدكاكين اللي بنحطيها نباها ايواء هاي الصغار صغار 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 لا هذا كبير نبا دكان اصغر هني بعيد عن العالم ما يسوي نحشرة هناك وايد وهني بنمكن نسوي دكاكين والطريقة هذي اه حجم اكثر من وممتاز هذه الدكاكين اللي كل اللي نحتاجها الصراحة ما نحتاج اكثر منها حاليا بيكون هاي يعني تكفي المنطقة وزيادة انها المنطقة الحين بعدها بتنمو ترى بعدها بتنمو شوفوا قابلة للنمو الزيادة وعندهم كل شي يعني ما يحتاجون شي الحين كل اللي يحتاجون شوية زيادة وظائفها السوالة وعندنا في المدينة وايد يعني مثل ما تقولون التعليم غير مستقر ولازم ابدأ شو اسوي وزيد نسبة المدرسة والله الحماس على المدرسة فابا احمس الناس المدرسة ولما اقول مدرسة قصي الجامعة نقولكم يا من الاخر فالحين ابيي هني ببدأ مشروع الجامعة على اساس استقطب ناس اكثر في منطقة الجامعة شفت هذا المكان قبل قاية سترى شفت افضل شي اييني هني في الجامعة الاستيديوم الكبير الروعة هذا ملعب كرة خدمة امريكية وبيسوون مباريات وكمبس اريا انفرميشن شوفوا كم اقدر اسوي اقدر احت مشجعين شوفوا سعر التذكرة اقدر ازيد هذا زيادة احطي مدرب بواحد احطي ميزانية للمشجعين احطي ميزانية للمشجعين من زين احس ثراثين وايد خلنا احطي عشرة نشوف شو بيستوي وهني مباريات الجامعة شوفوا الجامعة هني مبارياتها بنشوف ش كم يفوزون كم ما يفوزون هل يستاهلون هل في منهم مردود ولا ما في منهم اي مردود بتاتا الجامعة عندنا نظريا الحين تشل ويد ناس شوفوا الجامعة تشل عندنا 3500 شخص و 350 ميون صعب ففي طرق للاستخطابهم واحدة منهم اني انا سويت مباريات هني ابا الناس تي حلو للمباريات وغيرها وهي الامور فبيكون وايد حلو اذا ناسيت و استمتعد باشي نقدر نوظف سيكوروتي كوست خمسمية بالاسبوع عنا مواصلات عندنا ايه 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 اقدر ادرب لاعبين كم يكلفني 9000 ترويك موضة شكرا حلو نشوف اول شي انتك كم تطلع الحين المحتاج المحتاج ازيد جاذبية الجامعة للناس لانه الحين هذا اقدر احطيت رأي مكان كم واحد ابا اقدر احطي ما عندي مشكلة بس حطيت واحد للجامعة في ساينس سنتر مركز علوم و عندنا مركز الارت و عندنا البزنز اكيد هذا بيكون التكنولوجي ميزيوم فنحن الارت نفسه نبا نحطي حق الجامعة لان الجامعة جامعة فنون فبحطي مركز ارت مركز الارت رح يكون بالطريقة هذي ان شاء الله يكون ممتاز شوفوا وبنحطي معبر مشام من وراء الشارع استعملت كل انو عشوار انا في هذا البرجن ولا في هاي النسخة لاحظة خلا نحطي الشارع هني ما نقدره لو جسر لو جسر لو جسر بسيط ما بيستوي نظريا بس واقعيا يستوي بس نظريا ما بيستوي الحين شوفوها شوفوا الزحمة اللي يتلجامع كلهم حق المباريات كلهم يبون يشوفون المبارا هذا معناه هذا بيبدأ يدخل لنا فلوس لان بيع تذاكر نحن بتراثين هذا معناه هالجامعة راح تستوي حية الجامعة حية معناه ان في زحمة في لحظة هاي شو يستوي حادث شو هالحاجة بيغير شارع هني ليش اغبياء انتو ولا شو والله انكم مساطين والله هي مساطين في ناس بتلافهمين ناس يسار وعاوزين عمارهم خلنا نعطيه اربع شوارع هني في الوسط هني خلى الناس اللي بالفلتر تروح فلتر والناس اللي هني يمكن تمشي زيادة خلنا نشوف يتعدل شوية النطاق ها واحدة من السباب الاكرة في هالجسور الدائرية في ستي سكايلين الزحمة مش منطقية ابدا فيها في اشاير هني خلى نحطي ستوب عند هايل ولا ستوب عند هايل مانبا خلى نحطي ستوب عند هايل بس اذا حطينا ستوب هني الزحمة بتعلق صح لان الزحمة تعلق هناك بحطي اشاير ما في لان يحطي اشاير وايد افضل وايد افضل مع الاشاير على الاقل الزحمة كلها تخلص مهم الاشاير سوى الزحمة هني مخلنش الالغي الاشاير هني واذا اوسع الشارع هني اذا اقدر احطي الشارع هذا بايبوس مكو والله زحمة على هايوه هذا اسرع مع ان عندي منفذ ثاني من هني بس هني ما في زحمة بس في زحمة هني خلنا نشوف الزحمة في زحمة من هذا الشارع شفو كل حد واقف هني فاللي بحاول اسويه حركة فلسفة راح اتيب العيد على اغلب بس خلونا نحطي رمب ثاني يديد في هذا عساس انه نمشي امور الجامعة اثانعش تسعة منزين ثمانطعش ما راح تركب خمسطعش ابو ايب الرامب هني بس بطريقة يعني شوية احسن من العادي اهني ننزلها اهني وننزلها بعد جدام شوي ننزين وننزلها جدام اكثر بالطريقة هذي هاي رمب ترى مفروض انه رمب بس احسه كبير على رمب ننزين مزين خلنا نسوي بس شوي نعدل شكله هذا شكله مبشي الرامب هذا بيكون فعليا نيين من هذا الشارع الى هذا المستوى يعني اللي محتاج اسوي شارع دائري بطريقة هاي هاي بالطريقة هاي كم اقدر انزلها بنزلها اوكي والشارع يكون بالطريقة هاي اوكي خلنا نقلب هذا الاتجاه ونهدم هذا الشارع خلنا نشوف كم راح يستعملون هذا الشارع احتمار كبير محد يستعمله بس انه خلنا نشوف لان هذا اذا راح يخفف الزحمة نفسها راح الغي هذا راح يكون الرامب مختلف تماما شوفوا هذا اللي نقدر نسوي ما اظنى اقدر اساسا من زين بس خلنا نشوف واحد اقدر اقدر ما اقدر فخلني ايب اسحبه اسحبه هني احبierra وارجع مكانه في الطريقة هاي ايوه شوفوا شوفوا كيف الناس قام باستعمل الرامب هذا هنا بما اننا وسعناه شوي نقدر الدخل على اساس انه اوكي قبل الدخول وقبل الخروج تكون الشارع اوسع من باقي الشوارع اساس الجسر يتحمل ضغط اكثر وما عندي طول الشارع حبة حبة ولكن انت اغررت بالشارع كلها ولهو زين يعني بس هاي المشكلة كلهم يبون يلوفون نفس المكان والشارع بكبرة يروح نفس المكان فما عرف ليش التذاكي هذا لو كان عندي الطول الثاني في طول ثاني خلينا نحدد النقاط بالضبط وين يسيرون عرفتو مثلا هذا يخلي هايلي يوقفون اكثر هذا يخلي هايلي يوقفون اكثر شوفوا يشارع هني يشارع هني بس ما اقدر حولهم هذا اللي موجود زين مش هالزحمة اكثر عن اول ولي الزحمة ولي الزحمة اوكي الزحمة من هني الموضوع وايد جدي بس لو هاشو مستوي هني راعة دورية هني ها متضربوا مع الشرطة هايلي صاحين هايلي كيف يجروا ان يضربوا مع الشرطة انزيل فابا اختصر هذا شوفوا بنطلع مشكلة اذا طلعت هني هايوي فوق هايلي راح عندم خلنا نطلع من اهني دينا هني شوفوا ما عنا مفروض ما ادخل فيها يا للصراحة بس في نفس الوقت ابو اطلع الاختصار من اهني اقولكم بخربها 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 خلاص خلاص بخربها ابو ايبا سيدة هني بس هني سيدة ما بيركب ببيب ببيب هنا وبرفع الشارع من هنا خلهم غصب ينزلون نذالة خلنا نرفع الخطار من هنا هو مرتبين المكان عادة اعساس الناس تبدأ تستعمل هذا الشارع اللي هنا اعساس الناس تبدأ تستعمل هذا الشارع اللي هنا وبيكون نوعا ما يعني بشوف فعاليته مع الوقت نفس الشارع شوف فعاليته بشوف منه يدخل من هنا منه ما يدخل من هنا هاي وجهة النظر شوفوا هدفنا نخفف الزحمة بس والله ما ادري اذا تخفيف الزحمة هذا كان عملي ولا لا يعني ممكن ممكن شو اسوي ممكن ارفع الخطار شوية من زين اوكي بالطريقة هاي بالطريقة هاي قطار اوكي هات الطريقة حلوة اوكي واكسر هذا من هنا انا شو كسر شي ثاني متأك بسمع الصوت من زين وايب الرامب هذا هنا شوفوا الرامب هذا النيبل هنا هنا اختصر للعالم مساحة كبيرة واشتغل شغل مش طبيعي على طول اشتغل عدل ها شوفوا شوفوا يا الله الزحم اللي هنا استوت يا الله لنا هنا كلهم يبون يدخلون نايس تضيعين الصراحة فالزحمة مبدعين المدن بس هاي طريقة حلوة بس اقدر اسويها بالتجاهين ترى الناس التي الدوار ترجع هنين يعني اقدر اسوي الدخل الها بالطريقة هاي واسوي هاي سبيس اوكيوباي هلوني اه لا اخرص اوكي اوكي وبنسوي لحظة ما نسوي شي غلط ونقدر نسوي الزحمة بدو تجاهين ونسوي الكنوكشن هني في ناس بترجع مرة ثانية بتاخذ هالطريق حسب الرامب اللي نسويه لانا في رامبس انا ممكن ابتدع رامب من هنا بس بس توقف الرامب من هنا خلوة براية ما حد بيستعمل هالطريق بس خلوانا يرجع نفس مكان انا بخرب الدنيا كل هنا اوكي اوكي خلو هذا قاعد يخفف زحمة بتصرف مع هالزحمة بعدين لانه هني غالي دخول ما هني غالي هالموضوع كله صح له والله هني بعد زحمة والله حلو حلو كيف عنا الزحمة على فكرة خلنا نرجع للجامعة نشوف شو أخبار الجامعة ما زاد عدد طلاب فبالتالي لازم نزيد اتراكشن الى الجامعة مثل ما قلنا اتراكشن اتراكشن موضوع طويل طبعا نازم لازم مشكل شي يزيد اتراكشن للجامعة هاي المشكلة نويس بلوشن فاونتن خلنا نزيد لحظة الحياة كم تراكشن الجامعة ميتين او لا الف تخريبا نقوله تسعة تسعة ثنين حلو اذا حطينا حديقة هلا راح يفرق الاتراكشن نفسه انا هذا السؤالي بنحط حديقة حديقتين جن بعض هاني حلو اشوف هاي الجامعة هاي الاتراكشن موضوع لا الحديق ما تأثر في الاتراكشن الحدي يأثر في الاتراكشن سواله في نفس هاي هاي المفروض بس في حدايق في ناس بتي الحديقة بعد على فكرة بس هل هذا يزيد عدد الطلاب اللي موجودين هذا موضوع ثاني لانا الحين الاتراكشن مثلا صبر اقولكم واحد من سبب الاتراكشن بري لانش بري لانش شوفوا هني انكريز ستيدن سابنس لا ما نبه بزيتنق سكولرز انكريز فاكلتي الاخره فاكلتي ابكيب ما نبه انكريز اتراكشن بو 20 برسنت هذا شو اسوي كوست نو انكم كامبوس في خلنا نجرب الجامعة قاعدة تسوينا الحينة كانت اه طويشن فيز الغي يعني الحين انت تبقى تقنعني اني الغي هذا مع نفسك والله فان ك لاب سو بورت كي سوينا ادبرتج ان كامبين اوكي بعد يزيد الناس سكولرز هذا نقدر نحاوله براند. بنحاوله. الحين عنا عشرين الف انكم. ومفروض ان يزيد. نقصد طلاب مرة وحدهم. وبنسوي. فري لاش. خلنا نسوي هذا. وخلنا نعطي الورك نعطيهم. ادب خمسين الف. يسمون ريسيرج حلو? كان عندنا الانكم وصلنا قبل ابدأ اربع عشرين الف تقريبا اظن. الحين عشرين الف. بعدها يستاهل لان التكلفة اموالهم اقل. التعليم سبع عطاش الف. الحين. عندهم شغلات زيادة. مفروض اني اجذب. طلاب زيادة. بس طلاب بقعين قصوم شوية. نزيل. الحين اللي بسوي. ابي ايب اللي هي. هذي. هذي يقول لك. اتراكتفنس. اهي. جم. خلى عنا جم نحن. بس بنكبر الجم. بنحطي جم الثاني. في زاوية الجامعة. حلو? هذا مفروض يزيد. كم بيزيدنا? اتراكشن. ما زادنا شيء. المشكلة مشكلة ما زادنا شيء. انا هذا اللي قاهرني الحين. المفروض ننفع عدد الطلاب. ما ننقصهم نحن. نحن. كان عندنا الف ستمية الف وهذا. بعدنا نبع طلاب زيادة. مش طلاب اقل. هذا المبدأ. طبعا طلاب زيادة لازم يكون شغلات زيادة في المنطقة نفسها مدارس. بس مو مشكلة. حين بنزيد الكلاسات الخارجية نحن. بخليها موازية لهالكلاسات. نزيل بالطريقة هاي. وبحطي لهم. اتراكتفنس اتراكتفنس. في شغلات حلوة نفسها سكولر. سكولوف ادوكيشن هاي. بزيد اتراكتفنس بيكون حلو بعد. يتزيد هي. بس هذي لازم. نسوي لها دعاية يدام الفنت اللي هني. لانها يدخل فلوس ولا يخسرنا. والله دخلنا والله. ثمانية عشرين يدام الفنت اللي هاي. اتبعنا. ذاكرة. وفي نفس الوقت استوى الجامعة عمالنا. اتراكتفنس ترى تعبان. صراحة. تعبان تعبان تعبان. ورجعنا للكوست. وللتكلفة فوق الهذا. الحين المشكلة اللي عندنا. ينفيرستي عندنا. بس الناس ما تروح الجامعة. خلنا الكهربا مقطوعة. خلنا نزيد الميزانية. يا ساتر. قاعد ازيد اشياء ونسيت موضوع الكهربا والماء. شوف. منو بيروح المدرسة ومو عند لها كهربا ولا ماء. خلنا نشوف. اظن مصانع كانت مسكرة. خلنا نحقي نووي ثاني. اهني. نزيد السلوب تو ستيب ليش. هذا صح هذا بنعدله. وبنسوي. الفرشة هني. ونقدر نحطي حق الكهرباء الحين هني. ونقدر ننزل بجت ماله. لتسعين في المية ما عندي مشاكل طف. اكيد بيكون وايد. هذا و. ان كهرباء ليين يقولون بس. اوكي? بيشبعون كهرباء. بس ماي ما شبعوا هني. بس اني انا قاعد اسوي. هذا شي سمونا لا اله الله. الاتراكتفنس بيكلفني وايد اكسبنس وايد. وعدد طلاب بينزل. وخاصة انا نزلت فايتتي في الحركات هاي. سويت سبونسر. وغيره. ادفرتزمنت كامبين. ها خلنا نسوي دعاية. مزين? خلنا نسوي دعاية ونشوف كم الكوست ما لا يرتفع. بس الدعاية مفروضة تتيه بناس. انا ما نقدر نبنيها هني لانه مش من السسمة مالنا. من منظور مالنا لكن. من هذا الف وتسعمية في. هذا وايد. ستة وايد. انا ستة وايد. خلنا نزيد عدد الطلاب المتعلمة. المنتري بس كفاية. هاي سكول. كفاية. بس اللي هو الناس ما تقدر تروح توصل للجامعة بسهولة اظنين. هاي واحدة من المشاكل. فخلونا نحطي مدرسة ابتدائية هني. عساس الناس تبدأ تتعلم هني. ونحطي. بس خلاص اوكي. حسنا. 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 هاي الناس من وينيون. حسنا. الناس يون. هل هذا. بعد. حطي لجامعة واحدة داخل. أبا ناس متعلمة. انتم ما بحطي جامعات بس. بحطي جامعة التكنولوجيا. في المدينة الاساسية اللي الناس فيها بطرانة. تقدر تتعلم على راحتها. هني كجامعة. مستوى الرخاء عندهم مرتفع جدا. وبنرفع قيمة قيمة الارضية للمكان وكلهم بيستنسون. يدرسون الناس أكثر. المفروض الدراسة هاي يتيب الناس تدرس أكثر. تشوفوا. عشرين من خمسة الاف وشوي يشل. المفروض الدراسة هل هاي المحسوبين مكان واحد؟ أم غير عن بعض؟ أنا هذا اللي أعرفه لاني أنا حطيته هنا. أنا ما أذكر يونيبيرستي. ولا ما حطيته هنا يونيبيرستي. حطيت. همزين؟ فالحين اللي أباء أزيد عدد الطلاب اللي هني. إذا حطيته هناك جامعة هل راح ينقصون هني هاي المشكلة الثانية. إذا نقصوا اللي هني أيوة نقصوا. خلاص بكنسل الجامعة اللي هني. بعد ينقصون. ستسوي تجارب الحين. عساسا هم ييون الجامعة اللي هني. ما ما يبنيون الجامعة. أو نقدر أشل واحد من هالكليات أحطيها في نص الشسمة؟ يعني هاي. أقدر أحطيها هناك؟ سؤال. أباء أشل هاي. من مكانها. أحطيها تاب على الجامعة هاي مثلا هني. صح؟ فأقدر أسوي شو؟ أسويها كلها كامبوس أريا. شوفوا الفكرة اللي باتي بالعيد زين. بمد الكامبوس أريا ما لها لوين؟ عند الحبيب هني. المكان هذا. فكرة ما عرف. يا انها اوترا ذكية يا انها بتي بالعيد. اوكي. سوري أغين. مزين؟ لحظة أنا غلط في هني ولا هني؟ هني عدد. مددها ها هو. مزين؟ بننبه هني. بنكبر المنطقة هاي. كامبوس أريا. بتكون تابعة لهذه الجامعة صح؟ وبنشل هذي. من هني. بننيبه هون؟ مش هذا لا 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 بنشل هذا. من هني بالنيبة بنحطيه هني. يعني. يا ان تكون اذكى حركة في العالم يا ان الحركة اللي بتي بالعيد. واحد من الثنين ما فيها. ما فيها وسطية يعني. هيا اني بي فيها العيد يا انه بيكون حركة اذكى شي سويته في حياتي. بنشوف الحين. هل هذيك راح توصل للجامعة ولا لا. لانه في وايد ناس في المدينة ما بتيهني. أنا الحين هذا الهم اللي عندي. في ناس كثير في المدينة ما تبت توصل هناك صح. بس. محتاجين. اني بطلاب هني. شوفوا. إذا هاي تعبت. أوكي ممتاز. بس ما ضعني تتعبى بس من هذا الشي. بسوي بحث شكلي عن الموضوع. هذا بيشوف شو موضوعه. لازم نسوي على ريسيرج. المهم هذا كان اختصار الموضوع اليوم. بنشوف الحقيقية. بنحطي الجزيرة هاي ان شاء الله. وشوفكم على خير في الحرقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.